ترأست الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط ترأست اليوم أشغال مجلس إدارة المؤسسة الذي خصصا للتقييم المرحلي للحفاظ على التراث الثقافي للرباط وتحديد برنامج المبادرات التي سيتم إنجازها خلال السنة الجارية وشهدت مدينة الرباط بفضل الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس شهدت إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة مثل برنامج الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية وكذا البرامج المتعلقة بمعالجة السكن المهدد بالإنهيار وتهيئت ضفتي أبي رقراق وكذا البرنامج المتعلق بصيانة وتثمين المدينتين العتيقتين لكل من الرباط والسلة كما حضيت العديد من المشاريع الكبرى الأخرى ذات الطبع السوسيو ثقافي حضيت بالعناية الملكية ومنها متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر والمصرح الكبير للرباط ومتحف الوداية فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية اتفق مجلس إدارة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط تفق على وضع تقييم سنوي خاص بحماية تراث المدينة وتنظيم تظاهرات دورية وورشات حول مجال صيانة التراث فضلا عن تنفيذ مشروع طموح لرقمنة تراث مدينة الرباط ترجمة نانسي قنقر